مرحلة سياسية وأمنية جديدة تدخلها دولة جنوب السودان بعد توقيع أطراف الصراع فيها على وثيقة الاتفاق النهائي للسلام هنا في العاصمة السودانية الخرطو أدعوكم للعودة إلى جنوبك مواطنين وممارسة أنشطتكم السياسية لن يتعرض أي منكم للاعتقال هذا الاتفاق أسس أرضية سياسية وديمقراطية تمكنكم من التعبير عن آرائكم دون خوف مراسم التوقيع على الاتفاق جرت بحضور عدد من رؤساء الدول الأفريقية أما بنود الاتفاق فتضمنت عودة زعيم أبرز جماعات المعارضة رياك مشار إلى منصبه السابق نائبا أول للرئيس الفاكير ميار ديت الذي سيستمر هو الآخر في موقعه رئيسا للجنوب حتى انتهاء أمد الفترة الانتقالية المحددة ب36 شهرا إضافة إلى إعادة تشكيل الجيش وعجهزة الأمن على أساس قومي واقتسام الحقائب الوزارية وتشكيل مفوضية لمعالجة قضية عدد وحدود الولايات أناشد رؤاسة دول الإيقاد لرعاية هذا الاتفاق وربما يقول البعض إن الشيطان يكمن في التفاصيل إذا لم تكن هناك إرادة سياسية لتنفيزه سيبقى حبرا على ورق ثلاثون يوما من المباحثات المباشرة بين فرقاء الأزمة الجنوبية انتهت بما وصفه وزير الخارجي السوداني بالإنجاز الذي يكفي لإقرار السلام في دولة الجنوب سلام ينتظر أن تكتمل حلقاته خلال الجولة الثالثة من المباحثات المزمع عقدوى في العاصمة الكينية نايروبي اللي وقعناه اليوم نعم دل اتزام وما حيكون حبير على ورق يا أخ سلفة لأنه قبل ما توقع في الورق توقعت في القلوب هؤلاء هم جزء من من اكتووا بنار الحرب التي كانت مشتعلة في جنوب السودان فرحتهم بتحقيق السلام تبدأ من هنا إلى مدن الجنوب المختلفة بموجب الاتفاق النهائي للسلام الذي وقعته الأطراف الجنوبية هنا في خرطوم يتوقع أن تضع الحرب التي استمرت زهاء الخمس سنوات أوزارها وهو اتفاق يتوقع أن تتياوز تأثيراته حدود الدولة الوليدة إلى كل دول الإقليم عبدالباق العوض الحرة الخرطوم